نيجي دلوقتي للمعتقدات عن زكاء الأطفال في بقى ناس عندهم معتقدات كده أو ناس كتير في ناس تقول إيه؟ أو خلينا نقولها في سورة تساؤلات هل الطفل الزكي لازم يكون شائي؟ لحقيقة أنه ده اعتقاد خاطئ ليه؟ لأن فيه أنواع من الزكاء أحدهم هو أنواع من الزكاء هتعرفوا دلوقتي إن شاء الله أحدهم هو الزكاء الحركي فهنا مش لازم يعني مش الطفل بقى اللي قاعد ساكت ده ها؟ يكون غبي أو يكون طبعا غبي دي أنا لسه يعني سبقت الأحداث شوية مصطلح لابد أن نحزفه بالكامل من مفرداتنا اللغوية أو حتى بين تفكيرنا الزهني والأطفال اللي بيقعدوا يشتموا بعض أنت غبي والأم اللي تشتم ابنها ولا الأب اللي يقول لابنه أنت غبي أو أنت غبي ده غلط خالص يا جماعة لنفيش حاجة اسمها كده مفيش حد غبي هتعرفوا دلوقتي حال خلاص؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا أنه هل الطفل الشائي؟ لا فيه طفل ما هو وزعم الزكاء أنه هو ما يتشاقش في مكان مثلا أو في وجود يعني معايير معينة قد تسبب له العقاب فهمته قصدي؟ يبقى هنا الطفل لا الطفل ده زكي لأنه تجنب ارتكاب الأخطاء ها؟ وبالتالي هو هنا زكي لأنه تجنب أن يوقع على نفسه الضرر خلاص؟ وده قلنا ده إنما الشائي ده زكي آه طبعا زكي لأنه قلنا فيه حاجة اسمها ألف الزكاء الحركي ترجمة نانسي قنقر